والعالم كلها من سنة 1994 بتجتمع لأن ما ينفعش دولة تقفل عن نفسها في تغيرات المناخية ده تأثير واحد لكل الكون وهنا بقى تنطبق على المقولة اللي بتقولن الكون عبارة عن قرية صغيرة فلازم الكل يشترك مع بعضهم الحقيقة المؤتمرات اللي تعقدت سقيمة المناخ كانت نجحة سنة 2015 توصلوا في اتفاق باريس إلى عدة عوامل ثلاث حاجات أساسية الدول التلواتي وزعماء الدول كلها بيحاولوا ينفذوا هذه التعهدات الثلاثة أقول تعهد قال لنانا عايزين نحد من انبعاثات الغازات بثاعة الاحتماث الحالي نحد من انبعاثاتها يعني هي مش هنقدر نلغيها لكن نقللها نقللها أقصى أقصى درجة أو أقل ما يمكن انبعاثها الحاجة التانية ان احنا نعمل بناء قدرة مؤسسية للتكيف مع هذه التغيرات المح المح من الأول بدون عليها المحتملة بعد 2015 أقولنا الحتمية يعني كان الأول بدون احتمال تحصل في 2015 قالوا خلاص لا هي الحتمية هي حتصى هتحصل فلازم انت تبني قدراتك ازاي تتعامل مع هذة وتتكيف مع هذه التغيرات المناخية الحاجة الثالثة مساعدة الدول النامية في مجابهة التغيرات المناخية وما سوف تحدث فلازم تتعامل تحولات صناعية ناحية ما نطلق عليه اقتصاد أخضر اقتصاد أقل تلويسا للبيئة بالزبط ده دول التلات حاجات الأساسية واللي أكد عليه مؤتمر 26 واللي هيؤكد عليه المؤتمر بزاعة شهر من الشيخ اللي احنا بالاعتز ان احنا نحن نستضيفه كدولة مصرية ترجمة نانسي قنقر